اقرار مسح شامل للديون المستحقة على عاتق الصيادين مرفوضة من طرف الحكومة هكذا رد المسؤول الأول عن القطاع على آمال الآلاف من المهنيين المعلقة على تدخل حكومي لتخلصهم من قروض بنكية تراكمت لسنوات دون القدرة على السدادة مسح ديون الصيادين اليوم كان بعض منهم مرتبطين ببلانساج كان فيه أفواج تأسد ما بين البنوك واللانساج والغرف سيد بحري وتربية المائيات في مختلف الولايات كان دراسة قاموا بها ملف بملف وسيكون فيه إجراءات تسهيلية بأن سهلوا للمهنيين أنهم البعض منهم اللي عنده بعض الصعوبات يقدر مع البنوك يلقى في إطار الميكانيزمات الموجودة لإعادة بعض هذه المشاريع تنويع المنتجات البحرية تربية أصناف جديدة من الأسماك وتتماشى مع أذواق المستهلك الجزائري هدف حددته الوزارة لسنة الجارية كان أصناف جديدة في الحملة هذه اللي قمنا بها خاصة بهذا الأصناف لدينا أصناف اللي هي أكثر تتجاوب مع أذواق المستهلك كما السوندر كما البلاك باس كما البوري كما حتى الأصناف اللولي هو موجود ما بين البحر والمياه العذبة فيها أيضا تجارب نقوم بها في ميخص الجنباري كل هذه الأصناف سنحاول أننا نوسحها على المستوى الإنتاجي والتصنيع تسمح موجودة بصفة مكثفة في الأسواق تحفيزات صياغ جديدة لفائدة الشباب جلها هدفها مشترك وهو التنويع من الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات فإعادة التوازن تسمح بفتح مناصب شغل في مجالات جديدة مرتبطة خاصة بتربية المائيات والصناعات التي لها علاقة بالنشاط وتوقعا كإحصاء أولي استحداث 30 ألف منصبي شغل جديدة